من خلال الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر مواطنا جزائريا يتحدث عن تجربته في الرباط يمكن أن نفهم الأسباب التي دفعت النظام الجزائري إلى قطع العلاقات مع المغرب وإغلاق الحدود البرية والجوية في الفيديو يتحدث المواطن الجزائري عن انبهاره بالتطور الذي شهدته محطة قطار أقدال بالرباط وكيفية تفوق المغرب في البنية التحتية على بلاده البترولية ويؤشر إلى أن المغاربة هربوا عليهم في هذا الجانب وبالتأكيد فإن هذا الفيديو يعد تذكيرا للجزائريين بأن بلادهم بحاجة إلى التطوير والتنمية في مختلف المجالات خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها الشعب الجزائري ومع ذلك يمكن أن يفهم قرار النظام الجزائري بقطع العلاقات مع المغرب وإغلاق الحدود البرية والجوية على أنه محاولة لإخفاء حقائق مريرة يخشون أن تصل إلى شعبهم المقهور الذي يعيش ظروفا اجتماعية صعبة بالرغم من ثراء الجزائر بالنفط والثروات الطبيعية ويعكس هذا الفيديو أيضا النجاحات الكبيرة التي حققتها المغرب في مجال التنمية على الرغم من محدودية موارده المالية ويعتبر هذا الأمر تحدي للجزائري لتحقيق تقدم وتنمية في البنية التحتية ومختلف المجالات الأخرى من أجل مواكبة التطورات العالمية وتحقيق رفاهية شعبها ترجمة نانسي قنقر